اشتركوا في القناة تجعل منها العاصمة الأولى للأعمال والمشاريع في شمال أفريقيا تعتزم سمى دبي تشيد المشروع بالتعاون مع الحكومة التونسية حيث سيمتد على مساحة 11 كم مربع بتكلفة 10 مليارات دولار تطل لدينة باب المتوسط على البحيرة الجنوبية في تونس وتسخر بالعديد من المرافق رفيعة المستوى إنها مدينة عصرية متكاملة للعمل والسكن والترويح في آن واحد مدينة تونس المفعمة بالحياة ستزداد حيوية مع مشروع باب المتوسط وستصبح مدينة التكنولوجيا والديناميكية والابتكار سيعود المشروع بالكثير من المزايا على التونسيين حيث أنه سيخلق آلاف الفرص الوظيفية وسيمثل قطبا جاذبا للعديد من الكفاءات والفرص الاستثمارية في المنطقة كما سيلعب دورا حيويا في ترويج السياحة ورفع الاقتصاد الوطني بمصادر دخل متنوعة لا شك أن مشروع باب المتوسط سيرتقي بالحياة إلى مستويات عصرية لا تضاها اشتركوا في القناة